وفق مجلس نوابا في جلسة العامة برئاسة المستشار دكتور حنفي جبالي وبشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية جلسة جديدة عقدها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وفي بداية الجلسة أحال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي للمجلس قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما وعرضه من جديد على المجلس وخلال الجلسة استمع المجلس إلى بيان وزارة المالية بشأن السياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وخطة تحسين إدارة المالية العامة للدولة وخفض الدين العام ورفع كفاءة التحصيل الضريبي خلال هذا العام تحديدا نوجد شراكة حقيقية ما بين المصالح الإرادية وعلى رأسهم مصلحة الضرائب المصرية وبين مجتمع الأعمال والممولين مثل نخلق شراكة حقيقية وحالة من التحصن الشديد وحالة من الصقة واليقين مع مجتمع الأعمال ونعالج كثير من المشاكل السابقة التي تخلق حالة من الشراكة وحالة من التحصن الكبير في العلاقة ما بين المصالح الإرادية وعلى رأسها مصلحة الضرائب المصرية وما بين المجتمع الأعمال والممولين بشكل عام المجلس ناقش كذلك مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنهاء المنازعات الضريبية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها مولو الضرائب وتم الموافقة على العمل بالقانون حتى الثلاثين من يونيو للعام المقبل القانون الحالي أمامنا هو بيقدم لنا بمثابة نقلة في العلاقة ما بين الممولين والإدارة الضريبية رسالة طمأنة للقطاع الخاص والممولين والمجتمع الأعمال وبالتالي هو بيحفز بيئة الاستثمار اللي احنا محتاجينها في الوضع الحالي هذا القانون جاء تنفيذا لتوجهات القادة السياسية من شقين الأول هو تخفيف العباء على الممولين والثاني هو تحسين العلاقة ما بين الممولين والإدارة الضريبية والثالث أيضا يا ريس هو الحقيقة أن احنا محتاجين زي ما القادة السياسية وإحنا طالبنا في مجلس النواب أكتر من مرة مش بس ترشيد الإنفاق من الحكومة ولكن أيضا زيادة الإرادات هذا واستكمل المجلس مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديدة حيث وجه رئيس مجلس النواب رسالة طمأنة بشأن مشروع القانون مؤكدا أن المناقشات والحوار مستمران ويتم الاستماع إلى كافة الآراء للخروج بقانون متوازن أطمئن جميع من قالوا برجوع القانون إلى الحوار المجتمعي هذا هو النموذج الأمثل للحوار المجتمعي الذي نص عليه الدستور وهو مصدر الإرادة الشعبية فدستور مصر هو يمثل مظهر الإرادة الشعبية التي تمثل السيادة تبقى لأحكام الدستور وهكذا يواصل مجلس النواب مناقشة مشاريع القوانين والقرارات الهمة التي تخدم المواطن أولا وتسهل عمل الحكومة موسيقى 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 موسيقى